تفجيرات في العاصمة التونسية وأوضاع صحية للرئيس الباجي جايد السبسي تؤكد مصادر صحفية أنها تتدهور واجتماع طارئ للبرلمان كل هذه الأوضاع زادت وطيرة الجدل وردود الأفعال في الساحة السياسية التونسية بشأن دعوات تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية حدة الجدل السياسي والشعبي تصاعدت كذلك مع فتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باب قبول مطالب الاعتراض على قوائم الناخبين الأولية للانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني المقبلين وجاءت الخطوة التي اتخذتها هيئة الانتخابات إثر توقيع 51 نائبا على عرضة طعن في التنقيحات الأخيرة على القانون الانتخابي والتي صادق البرلمان عليها قبل أشهر قليلة من تاريخ إجراء الانتخابات أغلب النواب الموقعين على العريضة ينتمون إلى كتل أحزاب نداء تونس والجبهة الشعبية اليسارية هؤلاء النواب يعترضون على توقيت إجراء التنقيحات المذكورة وبعض مضامينها من ذلك البند المتعلق بإقصاء بعض المترشحين أحزاب تونسية على رأسها حركة النهضة الإسلامية ونداء تونس وآفاق تونس والدستوري الحر نفت وقوفها وراء أي نوايا أو ترتيبات أو تفاهمات تدفع في اتجاه تأجيل الانتخابات معلنة رفضها الكاملة لإمكانية تأجيل هذين الاستحقاقين الوطنيين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جانبها أكدت أنها ملتزمة بالتواريخ المحددة للانتخابات وبينت أن الدعوة إلى التأجيل ستكون مخالفة للدستور وبالتالي فإنها ملتزمة بإجرائها في موعدها وفي الوقت الذي تجمع أوساط سياسية وجهات عديدة من المجتمع المدني في تونس على ضرورة تعديل القانون الانتخابي بسبب ما سمتها ثغرات فيه يرى مراقبنا في التعديلات المتأخرة على القانون والتي من الممكن أن تؤدي إلى تأجيل الانتخابات تهديداً للديمقراطية الناشئة كما يرون في التأجيل المحتمل خطوة قد تشكل منعرجاً خطيراً في المسار الانتخابي